أحيانا تشعر بنوع من الاختناق وعدم القدرة على التنفس أو بنوع من عدم القدرة على الحصول على كميات كبيرة من الهواء النقي بين قوسين الأكسجين فتبدأ بعدها موجات من الذعر وموجات من الخوف ومن ثم لمعات كهربائية على الجانب اليسار وارتفاع لمستوى نبضات القلب دون النظر لمسائل تتعلق بالقولون أو مسائل تتعلق بموجات الهلع والخوف وحالة الثوتر في الجسم هناك نقطة أساسية تغيب عن بال أغلب الأشخاص وتغيب علميا عن بعض من المتخصصين حتى ينبه الناس عليها ألا وهي مستوى أو عدد مرات الشهيق والزفير خلال الدقيقة الواحدة الجسم البشري حتى يحصل على كميات كبيرة من الهواء النقي بين قوسين الأكسجين ويتخلص من مستوى ثناء أكسيد الكربون والغازات الضارة يجب أن يكون معدل الشهيق والزفير في الدقيقة الواحدة ما بين 12 مرة إلى 18 مرة لا يجب أن يقل عن هذا المستوى إطلاقا فأحيانا عندما أنت تشاهد شيئا ما سواء كان مسلسل أو أنك مركز على حديث معين أو أنك شارد الذهن فيكون هناك نوع من بطء التنفس يعني يكون عدد مرات الشهيق والزفير أقل حتى من ثمن مرات في الدقيقة الواحدة فيعطي الجسم الشعار أو انذار بأنك في حالة الخطر أي أنك تشعر بنوع من الاختناق ونوع من ضربات القلب أو ارتفاع مستوى ضربات القلب ومن ثم موجات الهلع والخوف حتى ينذرك أو يعطيك الجسم انذار بأنك تحتاج إلى كميات كبيرة من الهواء النقي وكميات كبيرة من الأكسجين وأنك في حالة أقل من المستوى الطبيعي هل هذه الحالة خطيرة؟ لا كيف نعالج هذه الحالة؟ من خلال الانتباه إلى عدد مرات الشهيق والزفير خلال الدقيقة الواحدة كلما تذكرت هذا الأمر حاول أن تستنشق الهواء النقي بكميات كبيرة من خلال الخروج من الغرفة، الخروج من الأوساط الضيقة ومحاولة دوما تنفس الهواء النقي أو أنك يعني تطيل مدة الشهيق بهذه التفصيلة يعني تقوم بهذا الفعل من أجل أن تأخذ أكبر كمية ممكنة من الأكسجين وبهذه الحالة تستطيع أن تضبط مستوى التنفس ضمن المستويات الطبيعية ولن تتعرض لموجات الهلع والخوف ولن تتعرض لضييق التنفس أو الكتمة ولن تتعرض لرفع مستوى نبضات القلب أتمنى لكم الصحة والعافية وراحة البال والسلام عليكم